مثال فل سريعا كده في 3 دقايق أو أقل إن شاء الله لو أنت الظروف يعني يوقع معاك خالص إزاي تقدر تعيش في مصر بأقل مبلغ ممكن تعيش بيه تعالوا كده أما نحسبها مع بعض ونشوف هل الحد الأدنى اللي هو 3000 جنيه اللي أقارت الحكومة من فترة يكفف ولا لا سريعا كده هنقولوا اللي أنت هتقعد في منطقة متوسطة لجارها هتاخد شرير طبعا مش هنقوله أسر يعني نكمل على فرض واحد يعني هتاخد لك سرير شير مع مجموعة من الناس السرير اللي واحده في منطقة متوسطة منطقة نظيفة 800 جنيه خلاص سيبك من التأمين وسيبك من العمولة أو السمسرة 800 أكل وشرب أنت محتاج فطار غدا عاشا 3 وجبات مع المياه مثلا في الأسعار الموجودة دلوقتي فطار اللي هو تروح ديجيب بس 17 جنيه والغدا هتجيب لك واجبة بأربعين جنيه خمسين وعشا من عشرة إلى عشرين جنيه كمان يبقى سبعين جنيه يضعب سبعين مثلا 26 و70 و22 قول 1500 جنيه يبقى کام 1500 200 300 200 300 100 200 200 200 متين جنيه عشان مثلا اه تزود مرة اكل هتزود هتشتري مية مش عارف الكلام ده كله يبقى كده كم يبقى الفين وخمسمائة جنيه مواصلاتك وحاجتك اللي انت هتكون راح مثلا شغل اللي لم يكن بها الشغل مسلا جنب السكند انت يبقى انت كده مرزق يعني يعني في الشهر مسلا المواصلات والكلام ده هتصرف لك يعني مش اقل من تلتمية لخمسمائة جنيه خلاص تخيل بقى دول تلات الاف جنيه تخيل بقى احنا ما حسبناش النت والكهرباء والمية والغاز والحاجة دي اقل واجف في الاسعار اللي موجودة لو انت بتشحن باقة نت يعني مثلا بمية جنيه وغاز ومية كهرباء كمان مية ادي ميتين واه وايه كمان واه تلاقيك بتدفع بدا غاية مش عارف فين وابرضو مواصلات تزيد مرة داوة الادوية بتاعتك خلال الشهر فانت دخلت دلوقتي مثلا ملتكلم في حوالي تلات الاف خمسمائة جنيه الى ارباح تلاف جنيه طيب ليه بقول كده عشان لما تبقى انت موجود في مصر وتيجي تدار على وظيفة حاول ان المرتب بتاعك او الليومية الليومية بتاعتك ما تقلش عن مية وخمسين جنيه ده المفروض لحد اللي قدنا كده مية وخمسين جنيه عشان تقدر تغطي المعيشة بتاعتك تخال بقى لو اسرة دي يعني فعنا ربنا تولانا تضخن في الاسعار رهيب 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 يعني بس دي ممكن بنعملها فيديو تاني لو اسرة اعلي مبلغ يقدروا يعيشوا بياد دي فانت مية وخمسين جنيه نتكلم في ارباح تلاف وخمسمائة جنيه مثلا في الشهر ميليمام في الاسعار وتضخن اللي حاصل دلوقتي سلام ترجمة نانسي قنقر